اشتركوا في القناة اعتزل في وجهة نظر كرة القدم وكان قرار قاصي على الجماهير زي يوم اعتزال كابتن محمود الخطيب الحقيقة يمكن جماهير الندي الأهلي اللي حضرت اليوم دا وفاكرة اليوم دا كواس قوي تعرف قد إيه أنه فكرة أنه الخطيب يعتزل أو يبطل كرة وأن إحنا ما نشوفش كابتن محمود الخطيب مرة تانية بتيشرت الندي الأهلي كان قرار قاصي جدا على كل الجماهير أنا فاكرة ليوم دا كواس جدا 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 لغاية نهارده كتصوه يرقاه بس اليوم ده مش ممكن أبدا ننساه مش ممكن أنسى طبعا وكابتن محمود عنها من إصابات كتيرة جدا في الفترة الأخيرة في حياته في الملعب والإصابات دي يمكن كانت لها عامل كبير جدا في قراره ونهاية مشواره جوه القلعة الحمراء لكن سبحان الله يمكن بعد مرور سنين طويلة جدا ما كانش حد يعرف إنه قيمة وقدر كابتن محمود الخطيب هتفضل وتزيد وتكبر زي ما بقت موجودة النهارده يعني يوم أفتكر كمان إنه هو طالع كانت بداية معرفتنا بلعيب حبنا برضو كتير جدا كابتن وليد صلاح الدين فاكر كابتن محمود الخطيب خده من إيده وكان لبس برضو تي شيرت نمرة عشرة ونزل الملعب يوم من الأيام اللي ما تنسهاش أبدا جماهير النادي الأهلي واحد من أساطير الكرة المصرية وأنا بشوف إنه كابتن محمود الخطيب هو يمكن أفضل من لمسه الكرة في يعني الأربعين أو الخمسين سنة الأخيرة طبعا الخطيب يعتزل ده منشت من المنشتات الصدر التاني يوم والحقيقة يمكن زي ما شفت في حالكم في التقرير جزء كبير جدا من الجماهير اللي كانت حضرة للساد كان عندها قناعة أنها لآخر لحظة عندها قدرة أنها تخلي كابتن محمود الخطيب يغير قراره ويكمل في الملعب حتى ولو لفترة بسيطة لكن يبدو أنه كابتن محمود كان حاسم قراره بالفعل وكانت لحظة النهاية في علاقة محمود الخطيب بالمستطيل الأخضر بمناسبة الحقيقة كابتن محمود النهاردة اللي بكلم عنه بقى رئيس مجلس الإدارة ويمكن أنا ارتديت الحلقة بالكلام على تتويج ولقب جديد بيفوز به أو بيحوز عليه نادي الأهلي ورقب نادي القرن الأفريقي ولقب الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط ودي الجائزة اللي حصل عليها واستلامها كابتن محمود الخطيب في التكريم والتتويج الأخير في دبي جائزة جلوب ساكر اللي استلامها طبعا في حضور كبار أندية العالم نتكلم على أندية بحجم ريال مدريد ونجوم بحجم رونالدو وليفندوبسكي أفضل لعبي العالم في السنوات الأخيرة وده اللي قلت لحضراتكم أنه ده بتبقى لحظة من اللحظات اللي بتحس فيها بنتيجة عملك يعني لحظات التتويج ولحظات البطولات والكقوس اللي بترفحها اللعبات المختلفة في النادي الأهلي دي لحظة بتتويج كل اللحظات دي لحظات الإنجازات المتكررة على مدار مسيرة 113 سنة فيها بطولات في كل اللعبات وفيها يمكن في رياضة كرة القدم فقط ما يتخطى حجز 113 حيث نتكلم على 139 بطولة نادي الأكثر تتويجا على مستوى العالم وبالتالي جائزة جديدة بتضاف لرصيد النادي الأهلي وبتحطه في مكانة مش مبالغة ومش تحييز لكن لما بنقول النهاردة أنه نادي الأهلي نادي عالمي وليه شهرة عالمية وبتحط بانكبار اللعبة فيه العالم كله ده مش مبالغة ده بتترجمه ألقاب وبطولات وإنجازات كتير جدا ترجمة نانسي قنقر